دي كانت درجات الحرارة خلونا بقى نعرف المزيد من التفاصيل حول حالة التخص في الأيام القليلة القادمة احنا معانا على تليفون دكتورة منار غانم وعضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك صباح الفل على حضرتك وتذكرين مؤتزن هاوند وكل استادة مشاهدين أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك صباح الهانا عايزين طبعا نتطمن من حضرتك يا رجل ان شاء الله يعني خلال الأيام اللي جاية في الأسبوع اللي احنا فيه ده حالة التخص حتكون عاملة ازاي هل احنا عرضة لأي موجة استثنائية موجة حرة في الأيام اللي جاية ولا لأ دي تفصيلة تفصيلة تانية كمان عايزين نعرف لحضرتك إيه حكاية ظاهرة النين يوم دي اللي الناس كلها بتتكلم عنها وهل هي يعني بأثر ترتب على تغير المناخ ولا هي ظاهرة مستقلة بذاتها طيب خلال الأولي يتكلم على موبة ارتفاع في ضربات الحرارة لأن احنا من أمس وأول أمس بدأنا نشهد ارتفاع ملحوظ في ضربات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية نعتبر أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجين إلى ثلاث درجات فالاستفاع ده بيشمل كافة المحافظات بسبب تأثرنا بابتداء مرتفع جوي موجود في طبقات الجو الأولية بيعمل على زيادة فترات في طوعة شاعة الشمس وحبس كمية رتوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض فبيساعد على ارتفاع درجات الحرارة كما على صفح الأرض نتأثر بابتداد منطفض الهند الموثمي منطفض الهند الموثمي مع سكة الهوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط فتتحمل بكمية كبيرة من بخار المية يعني ارتفاع في نسب رتوبة في الجو فاحنا عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع في نسب رتوبة ده ان ارتفاع نسب رتوبة يخلينا نanswer بقيم درجات حرارة مرتفعة متوقع خلال هذا الأسبوع العظمى على القاهرة الكبرى مبين 37 إلى 38 درجة مقاوية ودي طبعا درجة الحرارة المقاسة في الظل المحسوسة اللي احنا هنحسها نتيجة ارتفاع نصب رطوبة اعنا من القيم دي بحاولي من درج 2 إلى 3 درجات يعني ممكن توصل المحسوسة لـ 40 أو 41 درجة مقاوية المناطق اللي موجودة في جنوب السعيد مبين 44 إلى 45 درجة مقاوية في كافة المناطق بتشهد ارتفاعات درجات الحرارة باختلاف كمان نصب رطوبة من محظة لمحظة ممكن المناطق السحالية المصلة على البحر المتوسط بتبقى أعلى رطوبة وكل ما تقدمت للمناطق الداخلية كتنسب رطوبة أقل فبالتالي على مدار هذا الاسبوع كله إذا وحيبقى طقل شديد الحرارة رفض فترة النهار في معظم المحفظات فترات الليل مع ما يبقى شعة الشمس هيحصل انتفاص لدرجات الحرارة لكن مش هحسي بيغير في فترات الليل متأثر فترة الصباح الباكر لو الأجواء تبقى أجواء معتادلة في أغلب الأنحاء كمان متوقع استمرار تكون شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المفتحات المائية والشبورة المائية دي بتأهدل الصفات في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر لكن هي سرعا ما هتتلاشى مع قطوع أشعة الشمس يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا شبورة المائية بتتلاشى ورؤية الأفقية بتحسن على أغلب الطرق مهم جدا خلال هذا الأسبوع نخلي بنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر لحد ساعة 3-4 العصر الوقت تلك تسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله فبقدر الإنجاد لو أنا اضطريت أبقى موجود في الشارع لازم يكون معي غساء للرأس شمسية أو كاب أحسن من مناطق الظل لأن أشعة الشمس المباشرة ممكن خلال نحسي كمان بقيم درجات حرارة أعلى لقدر الله باسترنا بضربات الشمس والإيهاد الحراري نتناول قدر كبير من المرتبات والسوائل وأهمهم الميا دس الميا تبقى موجودة في إيديا على مدار الظهر بقدر الإمكان كمان نرتدي الملابس القطنية فتحت اللون وكمان نبقى موجودين في أماكن جيدة التهوية يمكن بالفعل خلال هذا العام تحديداً بيأثر علينا نمط مناخي اسمه النينيو أو ظاهرة جوية اسمها لين اسمها ايه؟ نينيوم النينيوم النينيوم هي النينيوم معاكسها لنينة النينيو دي هي ظاهرة جوية أو نمط مناخي بيتأثر به عادةً في بعض السنوات هو النسب حدوثه أو تكراره ما بين سنتين أو كل سبع سنين يعني ممكن يتكرر كل سنتين أو ممكن يتكرر كل سبع سنين وبيستمر معنا مدة يعني ما بين 9 إلى 12 شهر دايماً مرتبط بارتفاع في درجات الحرارة العالمية وأهمها الارتفاعات في درجات الحرارة في سطح المحيط الهادي وخاصةً في المناطق الموجودة في شرق وسط المحيط الهادي فهي حاجة فبعية بتبقى موجودة في بعض السنوات بتأثر علينا لكن هي دايماً مرتبطة لما بتبقى موجودة علينا وبتأثر على العالم كله مرتبطة أن بيحصل ارتفاع كبير في درجات الحرارة هي مظاهرها إيه؟ يعني نعكسات الظاهرة دي جاية في شكل إيه أو في صورة إيه؟ هل المزيد مثلاً من الجفاف للأنهار؟ هل المزيد من دوبان الثاليج مثلاً في أماكن معينة مزيد من حرارة الجربات؟ كالعالم بقى يا أنت تأثيرها العالمي يعني آه بالضبط يعني إيه تفاصيل؟ وتأثيرها العالمي هي دايماً مرتبطة أكتر زي ما بتقول بارتفاع في متواصل ضربات الحرارة العالمية فمعناها أنه هيحصل تغير في الأنمات المناخية اللي احنا عتدنا عليها في السنوات الماضية لأن احنا في السنوات الماضية كلنا بنتأثر بظاهرة اللانينية اللي هي عكس ظاهرة النينية فبالتاني شير تفاع في درجات الحرارة في العالم كله أو متواصل ضربات الحرارة العالمية بالتاني هنلاقي الشدة وكسرة في الأعصير اللي ممكن تحصل في المحيط الهادي أو في المحيط الأطلنطي هنلاقي كمان اتفاعات ففيفة في درجات الحرارة تكون درجات الحرارة معظمة البلدان وخاصة القريبة من المحيط الهادي ممكن يأتي ارتفاعات وموجود أتفاعات ضرابات الحرارة بشكل كبير عنف الظواهر الجوية حدج يعني ارتفاع ضرابات الحرارة العالمية لما بيحصل بيؤدي لمزيد من الصغيرات المناخية احنا دلوق bisa تغير مناخي والزواهر الجوية عنيفة مع وجوز ظاهرة المينيوم سيبقى هناك مزيد من الظواهر الجوية ومزيد من العنف في الظواهر الجوية اللي بتقثر علينا لأن دايماً ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي فيه مزيد من عمليات التبخر في الجو وجود بقار مية في الجو ممكن يؤدي فيه تغير في منظومة التوزعات الضغطية فبالتاني حلاق ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة وحرائق وفيضانات في أماكن أمطار غزيرة ومعدلات أمطار في مناطق أخرى فبالتاني مزيد من الصغيرات المناطق والله دكتورة منار يعني إجابات حضرتك مخيفة الحقيقة على السؤالين لأنني اتسرعت في الناس لو كلمنا حضرتك صبحنا عليك وقفلنا المكالمة على كده كانت هتبقى زي الفول ده إحنا هتبسطر مبدئياً الفترة اللي جاية ما بين الانتفاع والانخفاض في درجات حرارة وحاجات كده هي ظاهرة النينيو دايماً تأثيرها بيفضل معانا من يعني 19-19 شهر فهي ممكن بأثر علينا خلال العام ده وبداية العام اللي جاية إن شاء الله وبعد كده بيأثر علينا ظاهرة ثانية بسكون عجزها اللي هي اللانينية اللي هي مرتبطة بإعتزال في الأجواء بسبب طبعاً إنه بيحصل معاها إعتزال في درجات الحرارة بيحصل فيها اللي هي الظهرة الصبعية إنها موظفة إننا نبقى موجودين عليه لكن خلال هذا العام تحديداً مع مدايات العام الخاضر في سابس الدينيو ارتفاعات درجات الحرارة هي دايماً الشيء المخيف إننا كنا بنتكلم عليه دايماً في لقاءاتنا وفي داخلاتنا مع حضرتك إن لما بيحصل ارتفاع في متواصل درجات الحرارة العالمية عن الدرجة ونصف خلنا بقول إن كل موقتمرات المناخ بيتأكد إن إحنا مش عاوزين نفيد عم الدرجة ونصف مش عاوزين نقلل الاحترار ونقلل الإنبعاثات لكن لما مع ظاهرة إلى النيين وجود إنبعاثات فبالتالي كل مزيد من إشتراك في درجات الحرارة ده طبعاً كما ق grandson في الأول مزيد من الحضب غيرات المناخية يعني إحنا مش عاوز أقول إن إحنا راهحين على الأسiller مع مزيد من الإنبعاثات اللي بتحصل يعني مزيد من الظاهر الجوية العنيفة هم تتأثر على كل وبدان العالم يعني احنا بنتكلم على جمهورية مصر العربية طبعا طبعا عموما احنا طبعا يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وما نجلكيش في حاجة وحشة يا دكتورة مرار الحقيقة والله ده الرد ده الرد احنا نحاول ده حق نتوقف بسرعة لان الكوكب حيول عخلي بالك احنا نطلع فاصل ونرجع بعد كان نكمل الكلام خليكم حقا